اشتركوا في القناة جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في مقر مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة وبمشاركة رؤساء البرلمانات العربية حيث يتم مناقشة الوضع العربي الراهن وأشار الملا إلى أنه لا يمكن تجاوز الحديث عن الوضع العربي الراهن دون التوقف مليا عند قضية الإرهاب والتدخل الإيراني والتحريض الإعلامي والمواقف غير الموضوعية والبيانات الفاقدة للمصداقية من بعض المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية مؤكدا أن تدخلات الإيرانية السافرة في شؤون دولنا ودعمها الواضح والصريح للإرهاب وتمويله تسببت ولا تزال في وقوع العديد من الجرائم الإرهابية التي تهدد الآمنين والأبرياء حيث أسفرت الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين منذ بدء أحداث عام 2011 عن استشهاد 22 من رجال الأمن وإصابة 3437 من أفراد الشرطة ودع الملا إلى مضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز في العمل البرلماني من أجل الأمة العربية ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة ومن أجل أن تكون البرلمانات الصوت الشعوب العربية وأمالهم وطموحاتهم قولا وفعلا